السلام عليكم ورحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم اللوبيا بطريقة جيدة بزاف فكيف ما كتشفوا معي هنا عندي كمية اللوبيا اللي غسلتها وقطتها الى قطع متوسطة الحجم ونعود نغسلها للمرة الثانية من بعد سوف نصفيها ونضيف لها المل كافي اللي سلقها فيه مع شوية دي الملحة طبيعة الحالة اللي أعجبكم هذا الفيديو لا تساوني شمالي لايك ديالكم ونقوم بتعليقاتكم اللي كاتش جاني ونغلق عليها الطنجرة ونضعها فوق النار ونخليها حتى تسلق واحد العشرة حتى خمسة عشر دقيقة فنحاولو ما نسلقوهاش بزاف بعدما كتسلق اللوبيا نصفيها ونوضعها جانبا نمرو ناخد واحد المقلات نوضعها فوق النار نضيف لها شوية دي الزيت الزيتون ونحتاج لنا اخد فص من توم لي كان نقوم بالهرس ديالو فوق النار ثم نضيف اللوبيا نضيف لها القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود وحضر الشيشة ونخليها كتصوطة مع التومة والزيت زيت والمع زيت نباتية من بعد نضيف لها المعد نوس قطع سورقيق وسنعطر عليها الحامض نحركها على الشكل اللي كتشوفو معايا سوف نزولا فوق النار وهذه هي الصلاة لنكجي والأرواح كانتمنى أعجبكم الفيديو دلوما إذا أعجبكم ما تساونيش ملي لايك ديلكم تعليقاتكم وإذا كنتم تزوروا القناة لأول مرة ما تنسوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا لكل جديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر